فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه نعم إذا وضع الميت في قبره وانتهي من دفنه وتولى عنه مشيعه وإنه ليسمع قرعان عالهم يسمع قرعان عالهم يأتيه ملكان يأتيه ملكان فيقعدانه وتعاد روحه في جسده ويحيى حياة برزخية ما يمثل حياة في الدنيا حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مات على الإيمان مات على الإيمان فيبعث عليه ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فإذا أجاب بهذه الإجابات نادى منادٍ أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ويفتحوا له باباً إلى الجنة ويوسع له في قبره مدَّ بصره حتى يرى منزله في الجنة ويأتيه من روحها وطيبها ويصبح قبره روضة من رياض الجنة ويقول يا ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي وأما المنافق الذي كان يعيش على الدنيا بالنفاق يقول بلسانه ما ليس في قلبه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقرأ القرآن ويتعلم العلم لكن ما في قلبه من إنما يعمل هذه الأشياء لمصالح دنيوية يعملها لمصالحه الدنيوية ليعيش مع الناس وليمدح مع الناس وهو لا يؤمن بها في قلبه قلون بأفواه ما ليس في قلوبه فهذا لا يستطيع الجواب وإن كان في الدنيا يحفظ كل المتون ويحفظ كل الأسعار والنحو والتفسير والحديث ما دم ما فيه إيمان ما يستطيع الإجابة في القبر في هذه اللحوة ما يستطيع وكل ما سؤل ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يعني يقول مثل ما يقولون الناس من غير إيمان في قلبه إنما مجاملة ومسايرة للناس سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له لا دريت ولا تليت فيضرب بمرزبة من حديد يضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويصبح قبره حفرة من حفر النار ويقول يا ربي لا تقم الساعة لأنه علم ما بعد القبر أشد منه يقول يا ربي لا تقم الساعة هذا ما يكون في القبر